لطالما حدثنا التاريخ عن جيوش تمكنت عبر أزملة مختلفة من الصمود أعواماً أمام أهوال الحرب واستطعت في ختام مشوارها الظفر بالانتصار رغم تكبدها خسائر ثادحة في قواتها أو الإمكانات المادية واللوجستية التي عززت من موقفها أثناء الحرب لكن بلا شك هذه الوقائع والسرديات الموثقة لا تشمل جنود جيش الاحتلال الذين أثبتت الحروب مع قطاع غزة عدم تمتعهم بالصلابة النفسية أمام بأس مقاتل المقاومة رغم امتلاكهم أقوى وأعتى الأسلحة وأحدث التكنولوجيات العسكرية والأمنية هذا ليس كلامي كلام وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد لوحظ في الآوينة الأخيرة وبينما تشتد قصاوة الآلة الحربية الإسرائيلية على غزة لوحظ أن جنود الاحتلال الذين جرى إجلاؤهم من غزة بعد إصابتهم يعانون من أمراض نفسية وصدمات عصبية أجبرت سلطات تل أبيب على تخصيص ميزانية دخمة هائلة لعلاجهم نفسيا في المصحات العقلية ورغم محاولات حكومة نيتانياهو الحثيثة علاجهم أظهر التقارير صادرة من الداخل الإسرائيلي وجود عدد كبير نسبيا من الجنود المضطربين نفسيا والذين يحاولون تحميل الدولة الإسرائيلية مسؤولية إصابتهم ففي هذا الفيديو الذي سنراه نرى جنديا إسرائيليا يتحدث بصراحة عما يتعرض له من صدمات نفسية واضطرابات عقلية أثرت على حياته الزوجية وصحته العقلية بعد خوضه معارك أمام المقاومة الفلسطينية كما أنت رأك تقوم بفعام بيدיים שלי متוך شنا أنا مشتين بالليلة אני מפחד אני לא يושן בחדר אם אני לא שותה בקבוק הרק ביום אני לא עולה לישון אני RPG עובר לי בראש עכשיו עכשיו אני מדבר איתכם RPG יריות אני בתוך הדיני נלחם אני בתוך הדיני מריחת הרח של הגופות النشطون أو النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا الفيديو هنا مثلا كتب أبو القاسم بن أحمد ستبقى دموع وأهات وأحزان قطاع غزة الحبيبة تلاحقكم كابوسا مفسحا وأرضفت أم مبارك قائلة سبحان الله لما تقارن ردة فعلهم مع ردة فعل الفلسطينيين تقتنع بدور الإيمان بالله في حياتنا برأيها الناشطة آسيا يوسف علقت قائلة معقولة عندهم ضمير فيهم إحساس شك أما ميسون فنختتم معها فقالت بصراحة هذه نهاية غالبية الجنود الإسرائيليين والحقيقة الواضحة لنا أن هذا الجيش جيش الدفاع المزعوم هذا لم يكن مهيئا لا للدفاع ولا للهجوم